العادات والتقاليد بتقول لما واحد يموت الدنيا كلها لازم تموت اللي مات أخذ حياة لكن أنا اللي عايش حواليه واللي عايشين حواليه لازم يموته أنا لازم أموت الفرح لازم يموت العزاء لازم يروح ويموت التسبيح يموت إزاي أنه نفرح وجوزي مات إزاي نفرح وابني مات إزاي نفرح وبنتي ماتت في حاجة اسمها جريف وده طبيعي لكن في حاجة اسمها عادات وتقاليد الام اللي بتستخسر الفرح في البيت علشان ازاي يفرح وجوزي لسه ميت انتي اولا غلط اسمعي كويس قوي اسمعي كويس قوي 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 لو انتي جوزك مات وهو مؤمن هو ليه حياة يبقى جوزك اخد حياة واخد حياة ابدية عشان العادات والتقاليد بتاعت الناس اللي ضد الانجيل اللي بيقول اسمعي الكلمة دي كويس قوي ان الحدن يبتلع لو انا العادات والتقاليد بتقول لي لازم احزن لازم البس اللسود لازم مقلعش اللسود لازم اقشر لازم افضل معياطة لازم اجي الاكتئاب لازم الناس تشوف كلها ان انا مكتعب عشان اقول ان انا بحبه او الناس تعرف انتي بتجدبي على نفسك وبتجدبي على ربنا واستسلمتي في ايد ابليس اللي هيحطمك وهيحطم بقية عيلتك وزي جوزك راح ممكن عيالك يروحوا ممكن كل اللي حواليك يروحوا بسبب روح الحزن اللي انتي زرعها في البيت اللي انتي زرعها بوسط الاصدقاء الناس اللي بتسمع وبتتكلم بالكلام ده دي ناس بتتكلم من جهنم بتتكلم كلام جهنم بتتكلم كلام ابليس ابليس بيقول ايه عايز يحطنا في حزن على طول على طول على طول اي حد يقولك العادات والتقاليد بتاعتنا مش كده دي عادات وتقاليد جهنم انتي عايزة تستسلمي لعدات وتقاليد جهنم جهنم هتبتلعك وهتبتلع عيالك وهتبتلع عيال عيالك وهتحطي لعنة على نفسك وعلى عيالك وعلى اجيال تيجي علشان ده اسمه جهل ده اسمه جهل قدامك الحياة وقدامك الموت اختاري الحياة اختار الحياة مش عشان الناس تقول ايه والعشان انا بس انا زعلانة برضو اصلا انا زعلانة برضو اصلا ده كان كذا وده اللي ايه كان بيجتمها وبيضربها ومبهدلة وممكن يكون كويس وممكن في حاجة طبيعية اسمها الجريفين لكن كل حاجة جاية من عادات وتقاليد شيطانية ضد الكلمة زي ما بيقول الكتاب ما نخليش روح الحزن لانها تبتلع عارفين يعني ايه تبتلع يعني تجيب مرض تبتلعنا بمرض تبتلعنا بحزن باكتئاب بامراض روحية بامراض نفسية بامراض جسدية الفرح هو سر قواتنا ده انا فرحانة ان جوزي راح تسمي ده انا فرحانة ان ابني راح تسمي صعب ما بقولش وده هنا هو الصراع ما بين ثلاث حاجات العادات والتقاليد ودي لازم اشطب عليها وما حطهاش اي اساس في حياتي ولا انا بتصرف كده ازاي لكن الحاجة الطبيعية اللي هو الجريفنج العادي الجريفنج العادي وايماني بالكلمة الكلمة بتقول ايه في الموقف ده الديني مثلي اساس على الناس اللي بتروح لما حد يتوفى ويعودوا يصرخوا في البيت ويعددوا في البيت ويجيبوا روح الحزن يدعوا روح الحزن في البيت اقولك على حاجة يا ابت ده كل ناتج برضو نتيجة عدم فيه والحاجة التانية انه لازم اعرف اكتب يقول ان احنا غير جاهلين افكار ابليس طول ما انا جاهل المخطط الشيطان لارواح الشر لابتلاعي انا كمؤمن او كابن لله انا هتبلع بمعنى احنا على فكرة العداد وتقاليد تورصناها من مجتمع متخلف انا انا اسف ان اقولك لكن انا عايز اقولك وضعنا كمان في مجتمع بيئة اسلامية قوية جدا ومجتمع فيه حاجات كتير جدا ورصتنا ده وفرعوني كمان وفرعوني طبعا الفرعنا كانوا حاجات يعني حاجة يعني ايوه الكتاب بيقول كده انه اللي عنده رجاء هيتصرف وهيتحرك غير اللي ما عندهش رجاء كنت بقى باتصل باختي ليه في مصر جزء اتنقل من حوالي عشرين يوم هو في سنة يعني ايش اطبر مني وحد كان يعني عيش عشرة عمر فرعا ايه بقولها مبروك يمكن تبقى ان كلمة مبروك انت مجلون لكن انا بقولها ده وصل المجد هو انتي وانا رجاءنا هنا في الارض ايه عايشين ليه عشان اليوم ده احنا منتظرين ده ان نخلع خيمتنا الارضية ونوصل مكان سكنانا الابدي التمتع الكامل بواجه المنير وعدت اتكلم معها كده قالتلي انا مش اهد انا عارف انه صعب وانا عارف انه يعني بس الروح القدس في الوقت ده هيعرف ازاي يعينك ويشددك افتحي لي قلبك وافتحي لي دنياتك واسيبي الرب ينقلك على الارض نيجي عند بيت مثلا فقط حد يعني انتي قلت حاجة ايه بات انه في بعض الدول في الهند في حياتك في الهند اما الزوجة بتموت سوريا ما الزوجة يموت لازم مراته تموت وراه لازم يمسكه مراته يتفنوها وهي حي دي عادات وتقاليد فعايز اقول لكم ان العادات وتقاليد فيها امور كتيرة جدا جدا شيتانيش متصلة ومتصلة بتجيب على حياتي انا لعنة وبتجيب على حيات ولادي لعنة وبتفتح ابواب رهيبة للمرض وللفقر وللوجع في الجسد عايز اقول لكم انه الكتاب بيقول ان الحزن بيميت فعلا عشان كده لا نحزن كالبقين الذين لا رجاء لهم لو انت عندك رجاء وعندك ثقة وعندك امام انه انه كلنا ماشيين كلنا هنخلع جسدنا دوة وهنلبس المد هتحزن لكن ليس كباقي الناس وهتقول انه احنا منتظرين يوم اللقاء يا رب كل حد مستسلم لحزن هيموته خد بالك ده حزن شيطان ده حزن مش بحسب مشيئة الله خد بالك انه انه ابليس روح الحزن اللي بيحربك ومليك بهم ومليك بوجع ومليك حتى بحب بمرض في جسدك لازم تقف قدام لازم تعلن انه انا في الرب قادر وانه الرب يعزي كل النحي